السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور مجدى عبدالرازي استشاري جهازها من كبدا وحميات، أتشارب بوجودة معكم نحن سنتحدث عن موضوع جرسومة المعدة وهي تنتقل عن طريق أطعمة الملوسة والمياه الملوسة وهي تصيب جدار المعدة وتتقاصر فيه وتتحمل درجة الحموضة العالية الموجودة في جدار المعدة وهذا الميكروب يأتي عن طريق الأكل الملوس والمياه الملوسة وممكن أن ينتقل من شخص مصاب لشخص سليم وهذا تؤدي إلى قرحة في المعدة والتهاب في المعدة وهذا الميكروب أساساً يصيب حوالي 50% من البشر لكن أكثر يصيب المناطق التي هي ضعيفة اقتصادياً أو المناطق العشوائية أو المناطق التي نسميها شعبية هذا الميكروب أساساً معدي وكما قلت لكم، يمكن أن ينتقل من الشخص المصاب للشخص السليم أساساً بالنسبة لهذا الميكروب يمكن أن ينتقل عن طريق الأيد الملوسة عن طريق الأواني الملوسة يمكن أن تستعمل معلقة شخص مصاب كل هذه الأشياء يمكن أن تنقل العدوى لك هذا المريض يعاني من آلام في المعدة يمكن أن يحدث له غسيان، يمكن أن يحدث له ارتجاع في المريق، يمكن أن يحدث له تجشؤ يمكن أن يحدث له خيء، آلام شديدة في البطن، ارتجاع في المريق كل هذه الأشياء يمكن أن تصيب هذا الشخص لكن أيضاً يمكن أن يحدث بعض المضاعفات مثل نزيف في المعدة يمكن أن ينزل براز لونه أسود نتيجة قطرات من الدم نزلة من المعدة أيضاً يمكن أن يحدث أورام سرطانية في المعدة بالنسبة لطرق تشخيص هذا المرض أولاً يتشخص عندما يسمع الدكتور الأعراض المريض ويكشف على المريض ويجد ألم وتعب في فم المعدة وعندما يقوم الدكتور أيضاً بعمل تحليل خصوصاً تحليل البراز للجرسومة المعدة سيجد أن الميكروب موجود وفي بعض الأحيان نقوم بعمل اختبار جرسومة المعدة عن طريق النفس لكن لا ننصح أن نقوم بعمل الاختبار الذي هو في الدم لأن الاختبارات في الدم تكشف فقط عن الأجسام المضادة للميكروب وهذا يمكن أن يلغبطنا لأن هذا الشخص يصيب من فترة سابقة وأخذ العلاجه وماتت الجرسومة لكن لا زالت الأجسام المضادة موجودة في الدم وبالتالي لا ننصح أن المريض يقوم بعمل اختبار الدم بالنسبة للوقاية من هذا الميكروب نعتمد على أن ننصح الناس أنها تأكل وشرب أكثر من في البيت يعني أن نبتعد عن أكل الشارع والمطاعم التي لا تتأكد منها كما قلت لكم يجب أن نخسل الخضروات والفواكب جيداً يجب أن نخسل إيدينا بعد الحمام وقبل الأكل وننصح أيضاً الأولاد بهذا الموضوع مهم جداً جداً أن نبتعد عن الجبنة الأديمة ونبتعد عن المخللات ونبتعد عن اللحوم المصنعة مثل الهامبورجر وما شابه أيضاً نبتعد أيضاً عن الجبنة الأريش لأننا أيضاً طرق تصنيعها غير متأكدين منها بالنسبة أيضاً لدرسومة المعدة ننصح الناس أنها تتناول البروكلي، الأرنبيط، الشاي الأخضر، الزبادي هذه الأشياء تأتيب نتائج جيدة مع جرسومة المعدة بالنسبة لموضوع التوم أو حب الرشاد أو العسل لغاية الأبحاث جارية لكن لم تصدر أبحاث عن هذه المأكلات أو نتائج عن هذه المأكلات بالنسبة لعلاج جرسومة المعدة، نعتمد على العلاج السوليذي الذي يحتوي على مادة الكلاريسروميسين، هذا مضاد حاوي والتينيدازول، هذا ضد التوفيليات ومادة الأوميبرازول التي تحمي وتبطن المعدة هذه المركبات الثلاثة موجودة في نوع من الأقراص مثل الهيليكيور والترايوكلير لكن حديثاً صدرت نتائج بحث علمي في مصر يؤكد أن إذا أضعنا الكلاريسروميسين وأضفنا مادة الموكسفلوكسسين 400 ميلي جرام هذا يجب نتائج جيدة ويصل إلى 90% بينما العلاج العادي التقليدي يصل إلى 63% الكفاءة أيضاً هذا البحث الجديد يقول أنه لا يمكن أن نقلل من الوقت العلاج كنا نعطي العلاج لمدة أسبوعين ومع الأسف كانت تتصل نسبة الشفاء إلى 63% يعني عندنا كان نسبة كبيرة يفشل العلاج فيها البحث الجديد يقول أن لو أضفنا الموكسفلوكسسين مع التيني دازول ومع الأومي برازول هذا يجب نتيجة ممتازة حوالي 90% نسبة نجاح أرجو أن نتوسع في التجارب العلمية الخاصة بهذا الموضوع أشكركم جزيل الشكر لكن أحب ألفة النظر لأي شيء مهم أن النظافة الشخصية بالنسبة لجرسومة المعدة هي الأساس نحن لاحظنا في الأوانة الأخيرة أن أطفال حصل لهم جرسومة المعدة وبالتالي ننصح الأباء والأمهات أنهم دائما يواعوا الأطفال أنهم لا يأكلوا شيء من الشارع وفي نفس الوقت يخسلوا أديهم جيد بعد الحمام وقبل الأكل دائما ننصح الأمهات أنها تضع صبونة في الحمام على أساس تطهر الأولاد يخسلوا أديهم ويتطهرها جيدا ودائما الأم تأخذ بالها أن لا يوجد أخ يأخذ معلقة أخوه أو شوك أخوه لأن أيضا كما قلت لكم أن الميكروب ينتقل عن طريق الأطباء أو عن طريق المعالق أو الأدوات التي يستعملها هذا مهم جدا لأننا لاحظنا في الأوانة الأخيرة انتشار هذا الميكروب في الأطفال بالنسبة لعلاج الأطفال يعتمد أساسا على شدة الميكروب أو شدة العدوى لو الطفل يعاني بطريقة شديدة ممكن أن الدكتور ينصح بإعطاء العلاج في بعض الأحيان الدكتور يوازن ما بين الحالة المرضية وأن لا نعرض الطفل للمضاعفات الجانبية بالدواء هذه مطروقة للطبيب المعالق أشكركم جزيلا شكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته